هذه الصور نشاهدها الآن وياكم لمغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن القصر الرئاسي في بيت لحم بعد أن التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعد ذلك كان هناك محادثات ثنائية جانبية بين الرئيسين انطلقوا بعد ذلك إلى المؤتمر الصحفي قبل قليل شاهدنا كلمتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس أولا ثم أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال بأن الولايات المتحدة تسعى لتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين وبأن الأوضاع غير مهيئة لحل الدولتين بسبب القيود الحالية على الفلسطينيين يبدو الآن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يودع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن وصل إلى بيت لحم ظهر اليوم سيتجه إلى تل أبيب ربما بعد أن يغادر بيت لحم كما ذكرنا قبل قليل طبعا هذه مراسم توديع الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا محمود عباس قال في كلمته بأنهم يتطلعون إلى موقف أمريكي لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي ويجب وقف الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية إذن كما يظهر في الصور الآن محمود عباس يودع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن اختتم زيارته القصيرة إلى بيت لحم وصل ظهر اليوم استقبله محمود عباس كان هناك اجتماع ثنائي مشترك تم الإعلان عن بعض ما دار في هذه الاجتماعات أيضا بين الرئيسين في المؤتمر الصحفي الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن يغادر في سيارته وموكبه متجها إلى تل أبيب ومن هناك سيطير إلى المملكة العربية السعودية إلى جدة تحديدا في يومين من المحادثات الثنائية من الاجتماعات من القمم أيضا التي ستعقد في المملكة العربية السعودية آخر محطات الرئيس الأمريكي جو بايدن في جولته ومحطته الشرق أوسطية العديد من الملفات التي سيتناولها وتناولها أيضا كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بداية من إسرائيل لقشة هناك مع قادة إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظومات الدفاعية الصاروخية الجديدة لإسرائيل تم النقاش حول الملف النووي الإيراني وعن أيضا الهواجس ربما الأمنية الإسرائيلية مما يحدث في المنطقة تعديدات أيضا الإيرانية وبرنامج إيران النووي والصاروخي كذلك انتهت طبعا زيارة الرئيس الأمريكي في إسرائيل بإعلان القدس الإعلان والبيان الأمريكي الإسرائيلي المشترك والذي تضمن طبعا دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل ودعم أيضا تفوقها العسكري وبعد ذلك أيضا وصل إلى فلسطين إلى بيت لحم الآن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يودع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يغادر بيت لحم في هذه اللحظات بعد أن اجتمع بالرئيس محمود عباس وبعض المسؤولين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر